بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي مع سلسلة قطع نحوية حنحلها مع بعض إن شاء الله طبعا بتساعدنا إن احنا نطقن المنهج اللي احنا حفظناه ونقدر نطرب ونقدر نكتسب مهارة التعامل مع قطعة النحو طبعا أول حاجة المفروض بنجرى الايه القطعة والقطع عندما بتبقاش كبيرة جو يعني فنجرها الاول وبعد كده نشوف الايه المطلوب القطعة الاولانية بتقول مصر وطن عظيم يحرصوا على أبنائه فعملوا من أجل رفعة وطنكم الحبيب بين الأوطان بعد ما جرت القطعة بنبدأ نشوف هو عمل لي إعراب ايه أو مش عمل لي إعراب ايه طبعا احنا حنقضوا بس كده إعرابات بسيطة نبص مثلا يعني عشان تتعلمها هم يجو يقول لك مصر وطن عظيم نسأل نفسي الجملة ده ايه احسنت لاجات ايه لاجات ايه هيبة بتقولي الجملة دي جملة ايه جملة اسمية احسنت يا هيبة فهنقول مصر مبتدأ ووطن ايه وطن خبر مبتدأ مرفوع علامة رفعة الضمة ووطن خبر مرفوع علامة رفعة الضمة طيب نسأل سلمة ونقول لها يحرص لو حبنا نعرف يحرص هترد عليه او ردت عليه وجريت لي ايه يحرصوا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة هنسأل احمد ونقول له مين اجل اعرب لاجل احسنت موحقة احسنت احمد لاجات برد قلت عليه بقول لي اسم مجرور وعلامة جر والايه الكسر اسم مجرور وعلامة جر الكسر لان طبعا احنا اخدنا العسمية المجرورة وده اول يعني اه الفيديو انا عملت له فيديو مخصوص اللي هو حروف اللي هي عرب الاسم ايه الاسم بعدها وطبعا نقول unto اجل اسم مجرور وعلامة جر الكسر طبعا ايه اه يعني تلات عربات بسيطة انا حاطته منك عشان بردو ايه يعني اى انتبÃى كده نسيين فاكريين الاعراب مش نسيين طيب الاستخراجات باجة اقول لك اول حاجة طبعا بتجابيني نقول لك طلع لي جملة اسمية نروح بالجلم بتاعي على الجملة اللي تبدأ بي اسم وهنبدأ نحدد الجملة اللي عندي قد عندك مصر وطن عظيم طبعا دي مصر اسمي بدأ على بعضها جملة اسمية قد الجملة الايه الاسمية نخدت من اول مصر لحد عظيم كده جملة اسمية لو جال لي مثلا باين الركنان واني ممكن نقول لك جملة اسمية وحدد ركنيها ما فيهش مشكلة يبا انا هنقول قد او مصر مبتدع ووطن ايه ووطن خبر طيب جملة فعلية نبص على الجملة الفعلية انظر على اي فعل موجود في اول الجملة سواء كان فعل ماضي او فعل مضارع او فعل امر ويبا انا كده حطيت ايه او طلحت الجملة ايه الجملة الفعلية يبا يحرصوا على ابنائه جملة ايه فعلية جلج ابيلي الركنين بتوحها هنلاقي هنقول كده هو يحرص فعل ويه طبعا الفعل ضمير مستطر تقديره ايه هو يحرصوا على ابناء او يحرص ايه يعني وطن يحرص على ايه ابناء حرف طبعا عندنا الحروف يا اما حروف جر يا اما حروف عطف طبعا انا عندي هنا مصر وطن عظيم عندنا ايه من حرف ايه من حرف جر من حرف ايه جر ظرفا وبين نوع طبعا الظرف اه انا عندي الظرف نوعين يا اما ظرف زمان زي كلمات اه صباحا مساءا ظهرا عصرا فجرا اه 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 ايه اما طبعا دي منجل عليها ظرف ايه ظرف زمان يا اما كلمات بجا او ظروب تدل على المكان زي اه اماما بين وسط اه فوق تحت اعلى ندور على الحاجات دي طبعا ما عنديش غير ايه بينة هنقول ايه الظرف بينة ونوعه ظرف ايه مكان السؤال اللي بعد كده بيقول لك اه اكمل بما هو مطلوب ونركز بس في المطلوب عشان ما نعملش حاجة مكان ايه مكان حاجة فبقول لك طلع لي ضمير غائب هنحط لي ضمير غائب و اه جايل لك معلماني مخلصان طبعا احنا اخذنا الضمائر الغائب خمسة هو وهي وهما وهم وهن هو للمفرد المذكر وهي للمفرد المؤنسه وهما للمسن المذكر والمسن المؤنس وهم للجمع الايه المذكر وهن للجمع الايه المؤنس انا هم بص على الكلمة اللي عندي لقيتها فيها الف و نون يعني منتهي بان معلمان مشتهدان لاعبان طالبان يبقى على طول نستخدم معاها ضمير الغائب ايه هما يبقى هما معلمان مخلصان طب لو كانت معلمتان احسنت هيبا لجيت هيبا بتقول لي هنحط ايه هنحط هما يبقى هما برضو ايه معلمتان طيب لو معلمون اه احسنت محمد لجيت محمد بيرد عليها ويقول لي ايه هم معلمون تمام بعد كده بيقول لك اسم اشارة مناسب نبص على اسماء الاشارة احنا جلنا اسماء الاشارة خمسة هذا هذه هزان هتان هؤلاء نبص على الاسم اللي عندي هنلاقيها قصة بتنتهي بتاع تانيس مربوطة يعني اسم مؤنس ومفرد يبقى نستخدم معاه احسنت احسنت اسماء لجيت اسماء بترد عليها وتقول لي ايه هنستخدم معاه هذه يبقى هذه قصة جميلة هذه طيب الجملة اللي بعد كده اذهبوا الى المدرسة ويحط لي زرف ايه زرف زمان طبعا الافضل اللي انا هنقول اذهبوا الى المدرسة صباحا وممكن زهرا لو حالة اننا يكون عندي مدرسة ايه مسائي طيب تلاميذ مشتهدون ويحط لي ضمير مخاطب طمار المخاطب خمسة انت للمفرد المذكر وانت للمفرد المؤنسة وانتما للمسنة المذكر والمسنة المؤنس وانتم لجمع المذكر وانتنا لجمع المؤنس طبعا لما بقول لي ضمير مخاطب يبقى عندي في دماغي الضمائر الخمسة اللي انا قلت عليهم بعد كده نرجع نبص على الاسم اللي عندي هنلاقيه كلمة تلاميذ طب تلاميذ نسأل نفسي مفرد ولا مسنة ولا جمع طبعا ايه جمع يبقى انا هنقول انتم تلاميذ مشتهدون خلي بالك بعد كده من سؤال الايه التحويل وده طبعا برضو سؤال من الاسئلة الاساسية اللي بتجنه يقول لك حول ضمير المتكلم من الجمع الى المفرد في الجملة الاياء التالية نحن مصريون مخلصون نحن مصريون مخلصون هنحولها ليه المفرد طبعا عندي نحن بنستخدمها للجمع المذكر وللجمع المؤنس وللمسنة المذكر وللمسنة المؤنس يعني نحن بنستخدمها اربع استخدامات لكن انا عندي المفرد بتاعها انا بنستخدم استخدامات للمفرد المذكر والمفرد المؤنس طالما نحن مصريون ومخلصون هتب نحن هتب انا ومصريون هتب مصري ومخلصون مخلص انا مصري مخلص نحن ندخل على القطع التانية بتقولك شرم الشيخ مدينة جميلة يذهب اليها السياح للتمتع بالرياضات المائية وهم بهورون بجمالها الى جانب سياحة السفاري فما اجمل مدينة السلام فما اجمل مدينة السلام استخرج من العبارة جملة اسمية الجملة الاسمية عندي هنبص على بداية القطعة ده جاها بدأ بشرم الشيخ وشرم الشيخ ده اسم مدينة يبقى على طول جملة ايه جملة اسمية جلي هتددلي الركنين بتوحها يبقى عندي شرم الشيخ ده المبتدأ ومدينة هتبقى الخبر جملة فعلية دور على او ابحث عن جملة تبدأ بفعل يبقى يذهب اليها السياح يذهب اليها السياح يبقى هنا جملة اسمية جملة فعلية طب فين الركنين بتوح الجملة الفعلية دي انا عندي يذهب فعل مدارع والسياح هتبقى الفعل حرف جر هتدور على اي حرف جر من التمانية او نقوله ايه او نكتبه عندي عندي الى حرف جر ضمير وبين نوعه نشوف انا ضمير عندي ونقول النوع عندي هم ضمير غائب ضمير غائب للجمع المذكر اسم اسم بقى سواء اسم انسان او حيوان او نبات او جماد او اسم فيه الف لام او فيه مربوطة طبعا لو جعت نطلع في القطع هنطلع كل القطعة او تجريبا تلت اربع القطع ايه اسم عندي شرم عندي الشيخ عندي مدينة عندي جميلة السياح الرياضات ناخد هم ضمير سياحة السفاري يعني ايه الاسماء ما فاش ايه ما فاش اي صعوب اللي بعد كده وقفت فيه حضيقة الحيوان نجط بيت الفيل وعايز ظرف ايه ظرف مكان طبعا ظرف مكان زي وسط فوق تحت امام طبعا هنا هنقول ايه وقفت في حضيقة الحيوان امام بيت ايه بيت الفيل يذهب احمد نجط المدرسة وحط حرف ايه جر طبعا يذهب يببا يذهب الى يذهب ايه الى اه لو مثلا ايه سلمته يببا سلمته على بحسته يببا بحسته عن يعني ايه في افعال مرتبطة بحرف الجر اللي بعدها كده على طول يببا يذهب على طول ايه الى بحسته عن سلمته يببا على اللي بعد كده رقم ثلاثة صيادان ماهران صيادان ماهران وقل لك حط اسم اشارة قلاص طالما عرفنا ان الاسم اخره الف ونون يعني يعني مسنه على الطول هنستخدم معاه اسم الاشارة احسنت نجيت محمد بيقول ايه هنستخدم معاه اسم الاشارة هاذان ولاحظ ان هاذان فيها حرف ينطق ولا يكتب يعني هنكتبها هاذان الف نون يبا هاذان فيها حرف ينطق ولا ايه يكتب طيب النحن تسعى في طلب رزقها النحن انا كده اعكسنا معليش نهو النحن تسعى في طلب رزقها وحط اسم اشارة هنقول ايه هذه النحن هذه النحن تسعى في طلب رزقها بعد كده رقم خمسة رجع ابي من العمل رجع ابي من العمل ظرف زمان هنقول ظهرا او ايه او عصرا ظهرا او عصرا اللي بعد كده حول الجملة الفعلية الى جملة اسمية والاسمية الى فعلية يعني نشوف الجملة اللي عندي هي بدأ بفعل ولا بدأ باسم وحنحول العكس تغرد العصافير بين الاغصان تغرد العصافير بين الاغصان نبقى هنقول كده طبعا تغرد فعل يعني جملة فعلية هناخد الفاعل نجيبه في اول العبارة يبقى نهر النيل يجري في مصر نهر النيل يجري في مصر نهر طبعا اسم يبقى جملة اسمية هنحول الفعلية هنجيب الفاعل اللي ده هو نجيبه في الاول ونكمل الجملة بتاعتي يبقى يجري نهر النيل في مصر يجري نهر النيل في مصر شوف كمان ايه نحل وكمان صفحة حتى تبقى وكذا يبقى كفاية علينا كذا النهار دهب مدينة جميلة تقع على خليج العقبة وهي مركز لعشاق الغوص والتزلج يأتي اليها السياح صيفا وشتاء للاستمتاع بهوائها العليل وشمسها المشرقة وشمسها المشرقة طيب اعرف ما تحته خط طبعا هنا جاب دينا بجا هوة هنبتد نخش في العربات دهب اسم مدينة وجاء في أول الجملة يبقى على طول دهب مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة مدينة خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة خدنا المبتدأ وخدنا الخبر يأتي إليها السياح صيفا وشتاء من يأتي إلى المدينة هتقول للسياح طالما يجاب عن سؤال بمن هنقول السياح وعد من حباب الحلوين يسأل ويقول إليها نعرف إليها نعمل فهج بعض حبيبنا الحلوين ساعات يقول إليها هي جد بعد الفعل سنقول إليها دية حرف جر والها اسم مجرور بكتفي سنجرح خبيطهم ونخبطهم بالكتفي نرجحهم آخر العبارة ونرتب الجملة ثاني أصل الجملة يأتي السياح صيفا وشتاء إليها نعود بعض كده حبيبنا على إن أنا لو لجيت جر مجرور بعد الفعل بكتفك اخبطه ورجعه آخر الجملة نقول بعد إذن حضرتك هوين رجع لنا شوي لحد من شوف لك شغلان بعد كده ونرتب الجملة بتاعتي هنقول يأتي السياح صيفا وشتاء إليها يبقى السياح فعل مرفوع على مترافق الضم وطبعا حتة إنه يجيب لك جر مجرور بعد الفعل ويفصل لك بين الفعل والفعل أو الفعل والمفعول به دي طبعا موجودة معانا على طول طبعا إضرابه بالكتف ورجعه في آخر الجملة استخرج من القطع اسم طبعا الاسم خلاص احنا كده تعودنا وحفظنا عندي كل دي ايه اسماء فعل هتدور على ثلاثة اما فعل مضارع ما لجيتش يبقى فعل ماضي ما لجيتش يبقى فعل أمر تعال ندور كده مع بعض تقع تقع فعل ايه احسنت احمد لجيت احمد بيرد عليه ويقول فعل مضارع هنقول ممتاز يا احمد يأتي لجيت حسن بيقول فعل ايه فعل مضارعين حرف طبعا خلاص احنا كده عرفنا الحروف الحروف عندنا حروف الجر يذهب عندنا ايه مثلا عندنا ه اليها الى طبعا فيها اله وممكن ناخد الواو اللي هي بتاعة الغوص والتزال يدي اسمها والعط يبقى كده عندي حرفين عندي الى وعندي الى حرف جر والواو حرف عط وبرضو عندي فوق طقعة على هيت ما كننش وقدم بنى منها يبقى انت برضو عندي حرف جر على وإليها اللي هناخد الاف إليها وواو حرف العط طيب ضمير طالما ضمير يبقى في دماغ الثلاث ضمائر اللي هي المتكلم والغائب والمخاط تعال نشوف الاثنشر ضمير دول هجاب ضمير غائب المثال اللي بعد كده يبقى لك حول الجملة الآتية إلى صيغة الغائب مرة وصيغة المخاطب مرة طبعا تسأل أساسي من الأسئلة اللي بتجين على طول طبعا عندي أنت تلميذ تحب وطنك أنت ضمير مخاطب للمفرد المذكر نشوف ضمير الغائب بتاع المفرد المذكر أحسنت محمد دقيقة محمد بيقول لي هو هنقول أحسنت كامل الجملة بتاعتك فبيقول لي هو تلميذ بدل ما نحب حيب يحب وطنه هو تلميذ يحب وطنه هنيجي للضمير المتكلم هنقول أنا تلميذ هنجيب المضارع يبدأ بالهمزة يبقى أنا تلميذ أحب وطني أنا تلميذ أحب وطني الحضائق جميلة يذهب إليها يذهب الناس إليها صيفا ويقضي الأطفال بها أوقات سعيدة بين اللعب والمرح وتغرد العصافير فوق الأشجار في الحضائق وهذا يجعلها مقصدا للجميع استخرج من القطعة عندي الأول الإعراب عندي الحضائق اسم جاء في أول عبارة يبقى مبتدى مرفوع علامة رفع الضمة صيفا أحسنت لجيت محمد بيقول صيفا دي من الأسماء اللي بتقرأ بظرف زمان يبقى ظرف زمان منصوب علامة نصب الفتح يقضي فعل مدارع مرفوع وعلامة رفع الضمة فعل مدارع مرفوع وعلامة رفع الضمة وعندي فوق أحسنت لجيت حسن بيقول فوق دي ظرف مكان منصوب علامة نصب الفتح نقول أحسنت استخرج من القطعة جملة اسمية على أسبقاء الجملة الاسمية تبدأ بإسم الحضائق جميلة الحضائق ملهي الحضائق جميلة جل جملة الاسمية الحضائق جميلة جل بين الركنين بتوح هنقول حضائق الحضائق مبتدأ وجميلة خبر اسم إشارة ندور على اسم إشارة من الخمسة نشوفه موجود عندي في العبارة فين عندي مثلا عندي هذا جملة تبدأ بفعل يذهب الناس إليها يذهب الناس إليها ويقضي الأطفال بها يذهب فعل مضارع والناس فاعل يقضي فعل مضارع والأطفال فاعل وعندي تغرد العصافير يبقى عندي ثلاث جملة فعلية يذهب الناس إليها يقضي الأطفال بها وقتا أو أوقات سعيدة تغرد العصافير يبقى جملة فعلية يبقى عندي بدل الواحدة ثلاثة ظرف مكان عندي بين وعندي فوق يبقى عندي ظرف المكان عندي اتنين هم عندي بين وعندي فوق تمثالاني كبيران يبقى هزاني تمثالاني كبيران ضمير متكلم متفوقون أحسنت محمد لجيت محمد بيقول هنحط نحن نحن متفوقون ضمير متكلم كفاية علينا الصفحتين دوله النهار دي وان شاء الله في الحلقات القادمة هنكمل كل يوم صفحتين أو ثلاثة طبعا الملزمة ده انا رفعها لك على صفحة القناة وممكن تنزله وممكن تصورها او تجيب كراس وتكتب وراي الاستخراجات والحاجات دهية وتدرب نفسك تاني عليه وما تنساش معاني لايك وشير واشترك معانا في القناة وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وألقاكم على خير في السبت القادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته